السلام عليكم معكم مامة جنة وأهم من شغل تصبيت الشغل والعنبي تاكل قبل البؤ يا سبت الكل اللهم بارك وصفتنا النهاردة الكباب الحل بكل أسراره تكاته وحركاته وإزاي يطلع معاك بالتسوية المزبوطة الصحيحة اللهم بارك اللحمة كانت مستوية وزبدة زبدة زبدة تحفى حاجة كده روعة وحمرت جنبها بطاطس وعملت طحينة وعيش وانت كده ما لحظتون بالشطة وطماطم وخيار وعلى حسب ما بتحبي على فكرة ممكن تعملها بروز ممكن تعملها بمقارونة على حسب ما بتحبي نخش على المقونات والمقادير ونقول بسم الله الرحمن الرحيم معي اللحمة والقطعة زي ما بتحبي موزة من الرقبة طبعا على حسب ما بتحبي شطفتها شطفة بسيطة وحطتها في المصفى تصفى نص كيلو من البصل الجوانح أو الترنشاط نص كيلو من البصل الصحيح الكيلو اللحمة يا بنات عليه كيلو بصل نص كده ونص كده طماطمتين مبشورين تلاتة مكعب زبدة كباية ميا مغلية وبديلها كباية من الشربة المغلية معي هنا ميكس من فلفل الألوان وجزر مبشور اللهم بارك زي ما انتوا شايفين كده التوابل بتاعت نركز فيها مستكة حبها مطحون ورق لورة ارفة جنزبيل السبع بهارات بس كده بس كده معلقة صغيرة من السكر والملح مش هنحطها اللي في الآخر خاص ما فيش ابسط من كده ولا اسهل من كده الموضوع بسيط ما فيش تعقيد والمبخ لعبتي هنجيب الشوية او القلاية او الحل على حسب ما هتعملي نجيب الشوية الجريل هنزل بتلاتة مكعب من الزبدة صلوا على الحبيب قلبكم يطيب الزبدة هتسح معي هنزل عليها بتلاتة معلقة من الزيت ويفضل الزيت يكون نضيف يا بنات هتسح معي الزبدة كويس جدا وده خطوة مهمة وبعد كده هنعمل ايه هقوم جايبة المستيكة وهبدأ انزل على الزبدة السيحة اه ما نحطش المستيكة كده على طول يا بنات عشان مش هتسح معانا خالص فهنزل كده بال يماسك المشاوي كده وهسيح الزبدة هضغط عليها عشان تسح معي بسرعة ما تاخدش معي وقت بعد كده هقوم نزلة بالمستيكة زي ما قلتلكم يدوب هتسح كده اهو بسم الله تمام كده بعد كده هجيب ايه هجيب اللحمة وهبدأ انزل على الزبدة وزي ما احنا عارفين ان ميكس الزبدة مع الزيت يدي تست وطعم مميز جدا لكباب الحلة بتاعنا ويا سلام بقى لو عندك معلقة من السمنة البلدي صلوا على الحبيب قلبكم يطير هبدأ اجيب اللحمة وهدي لها صدمة كده في الزبدة اللهم بارك فصل المستيكة مع السمنة والزبدة وكمان تشويحة اللحمة اللهم بارك مدية ريحة تحفة لطبق الكباب الحلة بتاعنا هكمل بقية اللحمة كده ارصتها جنب بعضها وبعد كده هكملها رص وهبدأ اقلبها على الناحية التانية شايفين بقى اللون معايا هتبدأ تاخد اللون الدهبي الجميل في الوش ده وبعد كده هقلبها بقى على الناحية التانية كده كنت حمرت كده بالعربي من كل ناحية وده المطلوب انا مش عايزة وعلى فكرة يا بنات خطوة مهمة برضو ان احنا نعمل الطاشة ديت وتكون النار بتاع البتجازة عليها ما تكونش هادية عشان اللحمة ما تنزلش المية بتاعتها اللهم بارك انا عارفة ان احنا كلنا ستات بيوت شاطرين بس طبعا انا محب اقول كل حاجة بالتفصيل عشان اخواتي وبناتي الصغيرين اللي لسا مقبلين على الزواج او حابين يدخلوا المطبخ اقلبها كده عشان اوريكو اللون الدهبي الجميل التحفة ده اللهم بارك هغطيها كده حوالي خمس او عشر دقايق وبعد كده هفتح عليها تاني بالراحة كده عشان بخار ما شاء الله اتحمرت من ناحية تانية هبدأ انزل بيه ثلاث فصوص من الحبهان المطحون يا بنات ودي خطوة مهمة جدا كان المفروض ان انا احطها مع الزبدة والمستيكة بس بصراحة ممكن اللون هيغمق معي فانا فضلت ان انا احطها بعد مادة التشويحة الجميلة لكباب الحلة بتاعنا نزلت كده بالحبهان المطحون وهغطيها كده حوالي عشرة دقايق وكمان يا بنات الحبهان بيدي طعم جميل جدا للحوم واحنا بنبخها او بنسلقها يعني الحبهان بيدي نفس جميل جدا للأكل بتاعنا وكمان بيساعد على معدل الحرق في الجسم بسم الله بسم الله ما شاء الله الله اكبر شايفين الجمال هبدأ اقلبها معاكم بالراحة كده واحدة واحدة كده ادت لها الصدمة المطلوبة والمعروفة شايفين اللون الدهب الجميل هقلبها كلها كده واحدة واحدة تمام كده كده خلصت اهو هبدأ انزل بيه ميكس البصل طبعا ميكس البصل والفلفل والتوابل هنزل بيهم مش مع بعض هنزل بنص كيلو من البصل الترنشاط او الجوانح وبعد كده هنزل بيه فصان ثلاثة كده من التوم التوم الصح يا بنات مش هنهرسوا التوم الصح زي ما انتو شايفين كده ونص كمية الفلفل الاخدر والاصفر والاحمر والجذر هنزل بنص الكمية ما شاء الله الجذر مع البصل مع ميكس فلفل الالوان وتشويحة اللحمة ما شاء الله اللهم بارك الريحة كده بدأت تظهر جميلة جدا اللهم بارك بعد كده هنزل بطمطمية مفرومة والتوابل اللي معايا ورق اللورة القرفة المستيكا السبع بهارات او توابل اللحمة على حساب المتوفر عندك وهبدأ اوزعهم كده والتوم يا بنات زي ما قلنا صحيح اهو زي ما انتو شايفين هوزع تشكيلة البصل والفلفل الالوان والجذر والحلد دي كلها هوزعها كده يعني على وش اللحمة بحيس انها تتشرب من بعضها وكمان على وش الخلطة دي هنزل بارنين فلفل شطة بقى احراءة على حسب ما بتحبي ورق اللورة موجود معانا كل حاجة هنا معايا كوباية من الشربة وكمان كوباية من المية على حسب المتوفر عندي وكان يفضل كلها شربة طبعا بس يعني ايه ما كانش مكافية معايا فهو كان يفضل كوباية شربة وهي هغطي على الكباب الحلل اللي معايا ويستوي كده على الهادي بقى برحته انا هنا حطة معلقة صغيرة من السكر هو يفضل كان معلقة من عسل النحل بس ما كانش متوفر عندي لو متوفر عندنا عسل النحل يكون افضل شايفين الجمال اللهم مبارك بسم النمى شاء الله الله اكبر ريحتها تحفة جايبة الاخر الشارع ايه الجمال ده اللهم مبارك طبعا هي هنا تلتين تسوية هبدأ اجيب البصل الصحيح زي ما انتم شايفينه كده ويه هوزاوه على وش اللحمة ويه الملحة هبدأ ارشه كده طبعا هي فيها نسبة شربة اهيه هرش الملحة عليها وبعد كده هنزل بميكس الفلفل الالوان اللي معايا والجزر طيب ليه يا مام الجنة سبتيلي الاخر اللي انا حطيته في الاول ديبل خلاص فانا بحب اقدم الطبق بتاعه بالشياك كده وزي ما انتم متعودين من مام الجنة اهم من الشغل تصبيت الشغل والعن بتاكل قبل البقية سبتي الكل وكمان الفلفل بيحتوي على فيتامين دال ويقيمته الغذائية عليها كده خلصنا الوصفة بتاعتنا كانت تحفة وزبدة اللهم مبارك وشكر خاص لكل متابعين وكل حبايبي من داخل مصر ومن خارج مصر ومن جميع الدول العربية ربنا يكبر خواطركم جميعا زي ما بتكبروا بخطري بالكومنتات المشجع والمحفزة لمشاهدة وصفاتي كاملة فيسبوككم نوعات واسر المطبخ لايكم تابع البجل فيسبوككم نوعات واسر المطبخ واستودعكم الله والسلام